في غلطية 13 لأن جميع الذين هم من أعمال النموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب النموس ليعمل به أرجو توضيح هذه الآية النموس هو كلام الله هي وصايا الله بس العيد مش في النموس إلعب فينا إحنا إذا قبلنا النموس وقلنا أن نحن هننفزه هنلاقي نفسنا فشلنا ليه؟ لأن النموس لما بيتاخذ بيتنفس كله مرة واحدة لأن من أخطأ في واحدة صار مجرما في الكل فالنموس صادق الله أمين إحنا لو حطينا نفسنا تحت النموس يبقى حطينا نفسنا تحت المسئولية عشان كده لما تمسك الوصايا العشرة تلاقيه خطبنا في العشر وصايا بلغة المفرد لا يكون لك إله آخر أمامي مش لا يكون لكم لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما مش لا تصنع لكم قدس يوم الرب مش قدسه لا تنطق مش لا تنطقه اكرم أبائك مش اكرموا أبائكم وهكذا تلاقي الوصايا العشرة مقدمة لنا بلغة المفرد وكن بلغة المفرد يعني أنا هكون مسئول مسئولية كاملة عنها وما فيش حد في الأرض قدر يتم من نموس اللي يغلط في واحدة اللي يغلط في اثنين اللي يغلط في العشرة اللي يغلط في الخمسة واللي يغلط في واحدة كأنه غلط في الكل يبقى معرض لنلعنى إلى أن جاء المسيح جاء المسيح وأكمل النموس الوحيد اللي يقف ويقول من منكم يبكتني على خطية أولا اتولد بدون زرعة بشر يعني اتولد بلا خطية ولم يفعل خطية ولم يوجد في فم خطية فهو الوحيد الكامل الوحيد الكامل ده بيقول لي إلغي نفسك أرمية إلغي ذاتك قل لا أنا وخدني أنا الكامل يبقى أنا تقدر تقول عني أكملت نموسك عني واحد بيسأل سؤال بيقول لما قال ياسوع البطرس يحنى 21 إرعى خرافي وبعد كده رجع قال له إرعى غنمي وبعد كده رجع قال له إرعى غنمي لماذا المرة الأولى اختلفت عن المرة الثانية والثالثة الفرق اللي بين الخراف والغنم الخراف اللي هي الصغيرة الغنم اللي هي المسمرة الكبيرة يعني الخراف اللي لسه ما اكتبلتش ما اتجوزتش ما اخلفتش لكن الغنم اللي ارتبطه واخلف وبقى له أولاد العالم بيتكون من ثلاث دوار الدائرة الأولى دائرة اليهودية اليهود الختام ودول يرمز لهم بالغنم لأنه مدربين على النبوات ومدربين على النموس فدول يعتبروا غنم لأنه عاش النموس الدائرة التانية السامريين السامريين كانوا أمم واعتنقوا الدين اليهودي وبقوا يهود وابتدوا بقى رغم انه اليهود كانوا بيرفضوهم لكن كانوا عاشين العبادة اليهودية وده المرأة السامرية لما قالت له أباءنا سجدوا في هذا الجبل للمسيح أباءنا اللي هو ابراهيم واسحق ويعقوب فربطوا نفسهم باليهود دول غنم ودول غنم الأمم اللي هو احنا الخراف عشان كده لما جاء قالوا ارعى خرافي لأن المسيح يسوع ادى امكانية لبطرس أن يفتح الباب أمام الثلاث دواير يعني في أعمال اتنين لما حل الروح القدس على التلاميذ وقف بطرس وعز وعزة أمن ثلاث تلاف نفس من اليهود ففتح الباب قدام اليهود في أعمال تمانية اليهود السامريين أمنوا بالمسيح لكن ما حلش عليهم من روح القدس لغاية ما رحلهم بطرس ومعا يوحنا وأول ما حطوا إيدهم عليهم حل عليهم من روح القدس وانفتح الباب للسامريين أما في أعمال عشرة كرنيليوس أول واحد أممي يؤمن بالمسيح وربنا قال له ابعت هالبطرس يقول لك كلام به ينبغي أن تخلص فلما قال له إرعى خرافي يقصد حطهم نمرة واحد لأن أكتر ناس هتيجي للمسيح من الأمم خاصته سواء كانوا يهود أو كانوا مؤمنين من السامريين دول أقلية اللي أمنوا بيه فقال له إرعى خرافي وبعد كده إرعى غنمي إرعى غنمي لما قال هاله ثلاث مرات لأنه هو أنكر المسيح ثلاث مرات بس جابها له بصيغة محبة بصيغة محبة فبيقول له أتى حباني بدل ما بيقول له إزاي ده عيشوا ملح إزاي إنك إنت تدخني لا المسيحي سواء يدور على الحاجات الإيجابية